الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات بلغني الله وإياكم شهر رمضان ورزقني الله وإياكم الصيامة والقيام وصالح الأعمال عندما يتحدث الإنسان عن أي عبادة من العبادات فإن من أول ما يتبادر إليه معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المبين لكتاب الله عز وجل وهو الأسوة صلى الله عليه وسلم وإذا نظرنا إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا الشهر الكريم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ له ويستقبله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم أغلب شهر شعبان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها يصوم شهر شعبان إلا قليلا قال أهل العلم والحكمة في ذلك التهيئ لشهر رمضان ففعله صلى الله عليه وسلم كالراتبة القبلية للصلاة المفروضة وهذا إن دل أيها الإخوة والأخوات إنما يدل على عنايته صلى الله عليه وسلم من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يرغب أصحابه بشهر رمضان ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإذا دخل رمضان يبشر أصحابه ويذكرهم بعظيم فضله صلى الله عليه وسلم فيقول صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر أوجب الله عليكم صيامة وكان صلى الله عليه وسلم يذكر ما فيه من الفضائل ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة هذه المحفزات النبوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولأمته كل ذلك من الدلالة على الخير منه صلى الله عليه وسلم ثم إذا نظرنا أيها الأحبة في فعله وفي هديه نجد أنه صلى الله عليه وسلم يبادر إلى السنن وإلى الأعمال الصالحة من أول ليلة من ليالي رمضان إذا كانت أول ليلة حث صلى الله عليه وسلم على الصيام وحث صلى الله عليه وسلم على قيام رمضان ويقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه ويقومه صلى الله عليه وسلم بفعله يحث أصحابه وأمته على السحور صلى الله عليه وسلم يقول تسحر فإن في السحور بركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله من فعله وكان يؤخره صلى الله عليه وسلم إلى آخر الليل يحافظ على صيام رمضان حتى إذا أصبح صلى الله عليه وسلم وهو جنب فإنه صلى الله عليه وسلم يغتسل ويتم صيامه صلى الله عليه وسلم في نهار رمضان يقبل على الله تعالى يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق صلى الله عليه وسلم من الأمور التي كانت من هديه صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته التعجل في الإفطار والتعجل هو الفطر عند دخول وقته وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وهكذا صلى الله عليه وسلم كان من هديه في رمضان الذي علمه صلى الله عليه وسلم لأمته أن يفطر صلى الله عليه وسلم على رطب فإن لم يجد على تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء وكان صلى الله عليه وسلم يدعو بالمأثور الوارد عنه صلى الله عليه وسلم ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند غيره صلى الله عليه وسلم يدعو لهم أفطر عندكم الصائمون أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة يكثر من البذل في الخير كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وفي رمضان يكون أجود من الريح المرسلة كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يقبل على قراءة القرآن فقد جاء من حديث بن عباس رضي الله عنه أن جبريل كان يدارسه في كل رمضان القرآن كاملا وفي العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين وهكذا أيها الأحبة كان النبي صلى الله عليه وسلم ما من خير إلا ويسارع له ويدعو أمته ويحثهم صلى الله عليه وسلم على ذلك يرغب في صيامه يرغب في قيامه يرغب في القرآن الكريم يرغب في الاعتكاف صلى الله عليه وسلم يحث الصحابة على استغلاله ما أمكنا في الأعمال الصالحة فالله الله أيها الأحبة أن نحرص على هذه الأيام المباركة وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى وأن نتهيأ لها سائلين من الله عز وجل أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فتقبل الله منه وغفر الله له والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة